كامل المزمة الثانية و هم كالعادة غلصوا على هاي لاندي اعرف على الفيديو حتشينا بي انطينا قلنا شورتة انترميديات و لونج شورت ذكرنا شنه اول وحده البارو ريسابترز هسا نكمل قدنا بعد كيمو ريفلكسيز كيمو ريفلكسيز شي قول لك عليها يقول لك ريفلكسيز لوكايتيد همينا بالكاروتيد والايورتك احنا اصلا ما اخذيها سابقا قلت لكم انا اصلا اول ما احتيت قلت لكم البارو ريسابترز يعني منطقة البارو ريسابترز المنطقة نفسها لا المنطقة نفسها بها فيزيكال اللي هي البارو ريسابترز نفسها مالستريش و بها كيمو ريسابترز يعني مثلا الاكسجين وهي شيء فالمنطقة هي يقول لك اللي موجودة بالكاروتيد والايورتك بادي شنو استيميليتيد وان ذي ارتيل البات بشر is reduced below 60 بلاو 60 يعني صار عندها هيبوكسية كذلك عندك لوكالسكيمية اوكي اش راح يصير اوكي اش راح يصير لك راح اصابي لك فاسيالك كذلك ثبت هذا ال CIC وثبت هذا ال VDC لان احنا رايض نرفع الضغط ونشاوي فاسيالك قدما نقدر كممونسطة يعني الان راح تستطيل سوالف سرع السرع إذا الضغط نزل قبل راح تستشعر هذا الشيء و تبدي سوي لك السوالف كما تضغط السيطان أكبر من السيطان الموضوع الحانس جدده او ايضا صخصية جدد حانقري عدد صغر السبب هو زيادة صهرت تاكي كارديا مرحا الحافظ خوضها سوف أزيد. ما سببه. بعد كاتيكولاميز. من صار أدنى. يعني هذا تفاعل. من اللي يتفاعل معناه. معناه اللي يتفاعل السيمباتاتيك. زين سيمباتاتيك شي يسوي. يروح للأدرينال مادولة همن يطلع من أداء كاتيكولاميز. اوكي. فكن هذاني يرفعا الضغط. بعد يقول لك الريليس أوف أدرينال مادولاري كاتيكولاميز. أذاني شنو يفيدن. هنه أصلاً اللي يطلع المادولة. يعني الحجيس تقريباً وراء الملزمة خامسة اعتقد. صار عبارة عن اسوالف وبيت كرار. يعني لا تحفظوا. لهذا أنا دع حاول أفهم لكم. واحدة دع أربطها باللخ. تشوفوا من دع أجي سوري فيه جدا تفه الشغلة. لأن هي فعلاً صارت تافة. لأن قبل كانت صعبها ستافة. يعني يسا من دي يقول لك قدرينا مادولة. شنو الشي جديد؟ لا. ما انت تعرفها هيش تطلع. طلع الأخوان ما يعني إبنفرين. ما العفول نور إبنفرين. وطلع نور إبنفرين. هو نفسه. طلع نور إبنفرين. وإبنفرين. وشن بعد دوبامين. وإذا طلعت إن شي صير يصير يصير سيمباتاتيك بشكل عام بالجسم. وإحنا مادام شغلنا عالقلوب. حادية ندرك شبس بالقلوب. معناها يصير شنو. يصير سيمباتاتيك استيميليشن للقلوب. بالوجه. يقول لك الهايبوتينشن. نسا انخفاض الضغط شرح يسوي. رح يحفز الأدرنامدولة. هسا ونا أصلا قلت لكم معا هنا. والنور أدرنامدولة بعد لح. امبروف كارديا كامبين. يعني. باي سيمليشن. كونتراكتلتي وردميستي. وطبا. انهاي دوسيسان. االي نحن كونتراك. يعني إذا هواية عندك. جرعات من هذا الني. أحاصيلها جنرال. إذا عدنا هواية من عندهم. فهذا الشيء رح يزيد. إذا زادت المطاقرار لحي أسعد الضغط. نور أدرنامدولة. قلت لك عميزة كاسف. المثقينة الوضعية يمثل لإغلاق البلط بلط 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 لطبيع بعد الحديث سي نأس إس كيميك رس بونس مااناها سينترال نروس سيستيم إس كيميك رس بونس إذا صارت قلة ونحصل الدم لسين نأس مااناها الدمقى إذا صار بي إس كيمية قلة بالدم ماذا سيستجاب السيقين أول ما سأقول لكم إذا إرترال البلط بلط 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 قل سيصير الدمقى سيصير الدمقى فالما سيصير؟ سيكون نسبة الهيبوكسية يعني هيبوكسية معناها قلة أكسجين بالدماغ وعندما يقول الهيبوكسية وصير صغير الأسدوة يحدث الدماغة سيحفز الدماغة إشارات عصبيية في المنزل ونقوم بعمل في المنزل وعندما يصعب ضغط الدم يحافظ على سريبرال بلوت فلو يعني يحافظ على وصول الدم الى الدماغ ما اشهدنا قدنا الابدومنال كومبريشن ريفلاكس يقول لك whenever the vast constructors center is stimulated by medillary reticular formation شوفوا تذكروا من قلت لكم السيربرال كورتكس يعني من تنزل عصاب سوماتيك قلت لكم من تنزل للمدابراهيم ش راح يصير قدت لكم تنزل إشارات لهذا من مرات تندز إشارات سيمبثاوية يقبل من تندز إشارات سيمبثاوية هناك ما اسمي medillary reticular formation هي منطقة التداخل من الز owl صار على المدلة و للابدل تداخل من الز owl يوم هنا صح قلناed этом و соп widely يتذسمع عن طريق الهرد بس بالأرض من الليل سوماتيك ناس تنزل فمرات يخبط وياها ويدز هم منها شي ديز ايش سوماتك نيربز للاسكيليت المسل بشكل خاص للابدومينا المسلز يعني ما الجدار البطن اوكي فش رح يسوان يسوان increase of their tone يعني يتقلصان من يتقلصان شي يصير يقول لك هذا الشي اصلا مهم عندنا انه يرفع ضغط شنون لان الابدومينا المسلز رح ساعدنا الابدومينا البرشار انترا ابدومينا البرشار هنه مراحي يعني ضغطا على البطن تتقلص البطن وانت تتقلص البطن شي يصير داخله يصغر الحجم زين اذا صغر الحجم احنا قانون بويل شي يقول يقول اذا صغر الحجم زاد الضغط معناه زاد الضغط داخل البطن زين اذا زاد الضغط داخل البطن رح يسن compression ماذا يسوي اول شي تضغط بشكل عام مع المنطقة كذلك الفيزارة سوي ضغط على الابدومينا البرشار فساعد الضغط بيهن وانش رح تكمن هذ الشي سابق من الذكر بس هناك تشان ما موضح هناك توضح في يقول لك فما دام فينس رتان صعد منه صعد عدنى فهذا الشير ش رح يصعد عدنى بضغط برشار هسا عدنا الانترميديا التام هسا خلصنا من الشورت الشورت هذان يسوالف بسيطة هذان يسوالف يصير يعني اصلا قرأتوه وذين ساكينز والتأثير مرته يظل لساعات هسا عدنا سوالف يصير وذين فيو منيط ويظل تأثيرها لعدة ايام هما نتحافظون على البلوت بشر عن طريق انه تعدل ورزيستنس وتعدل البلوت فوليوم هناك انتبه انه كانت تتعدل شنو تعدل اخر شي المهم انه هنا تعدل البلوت فوليوم هاي ترى سوالف مهمة انه شنو تتعدل بالضبط لانه انت مو ايش بس يصعد تضغط او يقل تبدي تعدل لك كيفك لا لازم تسوي اول شي سوالف مو كلش تأذي الجسم بعدين اذا انترميديا تبدي تسوي سوالف ممكن تلعب بترتيب الجسم ثالث شي اذا اذا فد مرة يعني تطول عندك الضغط بمشكلة هنا تبدي تسوي سوالف ممكن تضر الجسم بعدين وسرح نحكي بيها المهم الشي يقول لك يقول لك شو كنت تشتغل هاي دورك this time يعني من تشتغل الانترميديا the nervous rapid short term is fatig يعني تعبت بعد short term يعني baroreceptors تعبت الابدومينال مصص التخمضة المقلصة هم منها تعبت فيبدي يشتغل هاذا شنو هو يعني عنده ادت ميكانيكيات fluid shift mechanism capillary fluid قصد الانترستيشار fluid شوف انت من ضغطك يضل عالي من توصل لcapillaries احنا بالمفروض بالطبيعي انه من يوصل ضغط دم لcapillaries هاي هاي تشي اللي تتروح للانسجة سويتها بعد الغازي مفروض قلنا يصير هيدرستاتيك برشار يطلعها لبرا صحلو لا زين اذا ضغط 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 يضل عالي رح نتبع ميكانيكية ورح نلعب البلاط فوليوم رح يقوم الدم اللي يجي نطلعها اكثر لبرا فرح نقلل الضغط داخل الشرايين بس رح نزيد السائل ما بين الخلايا نتلاحظون يعني نوعا ما شغلة بها خربة للتنظيم طبيعي من الجسم فاشي يقول لك من الارتيريال بلاط برشار عالي بس رح نزيد السائل بلاط برشار عالي بلاط برشار عالي فاشي يقول لك أن بلاط برشار عالي مثل ما قلت لكم فرح يقوم يطلع دم اكثر لبرا مو دم يطلع السوائل الداخل يعني هو وشي يطلع موي مو دم شي طبيعي وتطلع كمركب من الدم للانترستيشال مو كل المركبات هذا الشي يقول لك يعني يساعد بإدخال الفلود للتشو سبيسيز شنو ديساده ديساده وارتفاع الضغط العالي ارتفاع الضغط العالي مهدمش سوانه هادرستاتك برشار عالي هذا الشي رح يقلل بلاط بوليوم قزده بالجسم بشكل عام فليدنك توردكشن اوف اتيل برشار اوكي تورد نورمال لاحظت يعني شنو صار صار انو دم كلش عالي ضغط ماته فبدأ يقبره هواية من هاي المسافات فطلع هواية سائل فالفوليوم عندنا قل بالدم من قل للفوليوم ورجع الضغط للطبيعي قدنا احنا سيقلنا الشرايين تم مط اوكي يعني هي مفروض هيتش خاني نقول من مطة هيتش يعني صار هنا اكو مطة صغيرة بعدها مطة لازم ترجع من الشريان يظل يمط يعني كل ساعة مطة هيتش كل ساعة يمط بالاخير اش رح يصير المطة رح يصير طبيعي بالنسبة لي يعني بدلا ما يكون هيتش الشريان رح يكون الطبيعي مطة هيتش اوكي مطة اكثر فش يقول لك يقول لك ارتفاع البلد بشر رح يسوي موش جديد علينا تقريب التنشن هذا الشي طبيعي وهذا تنشن اللي يصير بعدين رح يصير تنشن يرجع الدم زيان لكن بعد وقت يقول لك من قليل من قليل من قليل من قليل من قليل نحن نادر قلنا انترميدية صحره لا انترميدية تختلف عن الشورت الشورت شننا نقول انه هذا شوية مطة وبر رجع بعدين من عدلنا الضغط ضل الشريان على وضع الطبيعي بالانترميدية لا لا شوكت تكون خلال دقائق الى ساعات من ضل الشريان يتمطط ضلي يتمطط ما يحدث يحدث يقول لك الوالز بعد بعض الوقت الارتفاع تنشن و تنشن في الوالز تنشن مثل ما يقول لك اشتراك تنشن تنشن هالدرجة مثل ما تعرفون هي سمبثة تشتغل عليها و يخليها تنشن لحد معين فا يقول لك وراء ما تنشن تنشن هذا الحد معين يعتبر حال حال كأن فازو دياليشن فازو دياليشن فهذا الفازو دياليشن اللي تتكون عدنا شي سوي ينزل الضغط هذا الحال ليس اللي صارت انو الشريان عدل المطاطية مات شنسميها نسميها ميكانيزم ميكانيزم هذا شي ساعدني قليل الضغط مثل ما شرحت عدنا شي اسمه رنين انجيو أو انجيو تنشن فازو كنستركشن هذا ما ادري انجيو او انجيو كل واحد الفضل شكل فازو كنستركشن ميكانيزم اذا اقل الضغط ادني رح يصير رينال اسكيميا معناه هذا ما يوصل للكيلية كيلية رح تستشعر هذا الشي فش رح تسوي رح تفرز لنا هرمون هرمون اسمه الرنين من يفرز 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 طلع لنا الرنين الرنين على ما يشتغل يشتغل على غلوبيولين هذا اسمه الكامل يعني هو غلوبيولين معناه على بروتين أو هرمون بلازما ألفا 2 غلوبيولين شون بعقوا هاي يعني رح تحدي كأنه شون مثلا نهيم غلوبين مو مكون من اثنين ألفا واثنين بيتا هذا ديقولك ترى هو غلوبيولين معناها بروتين هو نابح الحالة بعدين رح يصير هرمون بس بالبداية هو بروتين أكيد يعني تركيبة لهذا الهرمون هو بروتيني فالالفا 2 مالته الرنين رح يشتغل عليها أوكي هو هذا البروتين شون اسمه انجيو تنسينو جين أوكي معناها ما مفعل أي شي بيه أو جين دائما من يمر علينا هو ما مفعل سهل ولا فالرنين هو اللي رح يفعله ما رح يفعله يسويه انجيو تنسينو جين وان ما جاي يقولك يقولك باي باي من يصنع عن البر هاي مهمة اللي صنع عن البر معناها الرنين من يطلع يطلع من الكيلية في الدم بالدم اع год انجيو تنسينو جين اوكي من هو فارزه هاد اللي فارز هو اللوفر اللوفر يطلقى بالدم ف بالدم أقلادًا بالرأى اقو انزيم اسمه الانجيو تنشن كونفيرتن انزيم هذا اسم الكامل هذا الانجيو تنشن وان يحول الانجيو تنشن تو باللنغز حفظه الاماكن يعني الرينال ايش ده سوى تفرز الرنين طلقة بالدم الليفار يفرز الانجيو تنسي نوجين هم يطلقى بالدم بعدين يتحدن الثيناتن هذا وهذا بالدم يطلع عدنه هذا هذا يروح حمنا يفتر بالدم يصل للرأة بالرأة يشوفها كو ايس الانجيو تنشن تو خوش هذا الانجيو تنشن شن شغلة يقول لك شغلة انه هو بوتينت واسي كونستركتر حسي سابينه واسي كونستركشن احنا قلنا من قبل الضغط صار عدنه رينال اسكيميا فصارتها الحالة مالفراز الرنين فهو فاسي كونستركتر فرح يساعد الضغط عدن الريت اتريال ميكانيزم اذا ضغط عدنه ساعد الريت اتريال الريت اتريال اتريال هذه حالة حالة تقريبا مشابهة للستريتش ريبتر التي اخذناها بالبيرج ريفلاكس مع الريت اتريال هذه ريبتر سوف تشوف انه الوليوم عالي فاوش سوف تفعل سوف تفعل فاوش سوف تقريبا مشابهة للبيرج ريفلاكس مع الريت اتريال يعني انت عندك فوليوم عالي بالدم فاوش سوف تفعل فازو دياليشن لكل مكان حتى تستقبل هذا الفوليوم العالي كذلك يقول لك فازو دياليشن يصبح بالأمفراترين الارتريال معنى الارتريال اللي موجودة بالكلية من وصلنا لها هوايا دم رح تزيد شنو تزيد المعدل الفلترا مع الكوبايبات فاوش سوف تفعل هوايا مي وملح من طلعت هوايا مي وملح رح يقل الضغط كذلك يسوينا شغلدة اللي هي Se summon me عن طريق انه تفرز فاط شي اسمه anti-diyertic هرمون اي اعفو ال reflux tau رح يتضبط الأفراز مع المантиيors هربون هذا الانتي ديارتك شنو يعني اahh دايرتك شنو معناها معناها تبويل دخلي نقول anti-diyuro中共 معناها مضاد التبويل هذا الهرمون مني فرز جسمك سوف يسحب الماء من الكليه هذا الشغل بكل بساطة من يفرز جسمك يسحب الماء من الكليه بكل بساطة هذا معناها يسحب الماء من الكليه معناها يحبس الماء هذا يفيدنا بتصعد الفوليوم إذا لدينا الفوليوم عالي المستشعرات تحسست أنه الفوليوم عالي سوف تقوم بإمكانية الإفراز إذا لم يعمل الماء سوف يتم تحسس الماء سوف ينزل في البول فسأقلنا الفوليوم سوف تقوم بك وكذلك لدينا ميكانيكية إفراز أنه إفراز أنترييو تريد قبل أن أتبع أنترييو تريد أنترييو تريد ما هذا يحفز البول يعني سوف تقوم بإمكانية الإفراز يمنع البول يمنع البول يمنع البول حلوة فما نفعله لأن هذا أصلاً للإفراز المالت يساعد على البول فما سوف نفعله سوف نفعله نفعله وإذا أريد أن أعلي فإن هذا أصلاً نفعله حسناً لدينا الآن لدينا الآن كما تتحدث عن الشورت الذي يصبح خلال خلال جسم الثعواني وعنده الانترميديا الذي يصبح خلال دقائق أو ساعات لدينا الآن لدينا الآن لدينا الآن لدينا الآن لدينا الآن لن تتغيره مجرد متشاوة مجرد تشغيل تشغيل حسناً 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 تأثير على حجم الدم كمية سائل تخرب السائل داخل لدينا من أجل وحتمالها بإنسبة يرحب تتحرك كيف تمام تتحرك عضوك بلوت برشور مالتك ما يأذي الجسم فهذا شوفون ميكانيكية صح بعدين رح تأذي الجسم بس على قلل انه ده تقلل من ضغط الدم موشي زيان عليك اوكي ممكن يساوي لك اسيدوسيس ممكن يعني يساوي لك اي مشكلة حرفيا اي مشكلة ممكن تكتلك الديهايدريشن بالله ممكن يتعوض اذا نطيك بالشريان او تشرب مي عادي ممكن يتعوض بس ضغط الدم يعني مشكلة خطرا شنو يقول لك ده يعدل البدي فلويد اللي هو قصده انترستيشال فلويد مثلا او السائل داخل الخلايا كذلك يعدل البلوت فوليوم حجم الدم كسائل بي اكسكريشن اوووتر انسال بي كدنيز اوكي يعني التعديل ما اللونج تيرم كون بشكل اساسي عن طريق الكدني والفراز مالته دي ساكورز بي اي او اما نعدل الكلوميرا فلتريشن معناه معدلة فلترا مالكوبايبات او نفرز هرمون اسمه الديسترون هسا رح نجي نعرفه شنوه المهم الشغل مالكيدني يصيري اما بزيادة الضغط او قلته فهس انا او وديش على حالة القلة افوال ان ارتريال باتباشر ريديوسي غلوميرال فلتريشن اوكي معناه شنو ما رح يخلي الغلوميراز يطلع هواية موي او هواية ملح فشي قولك يقولك سو ذرين اكسكريشن اوووتر انسال تقل اوكي هي الكوبايبات هي اللي يطلعهن فاذا قللنا الفلترا مالته ما رح يطلع في الوقت يقولك رنين رح ينفرز رنين احنا قلنا احنا رافع للضغط صحلو لا احنا نقل نقل بالضغط فمنقل معدل الفلترا مالكوبايبات رنين رح ينفرز اوكي والانجيو تنشن 2 رح يتكون هاي مختصرها بسرعة انه ماذا يقولك من جديد انجيو تنشن 1 بعدين تحول عن طريق الايس لا قبل دي اختصر للك انه ترى اللي يتكون انجيو تنشن 2 ما هو انجيو تنشن 2 انجيو تنشن 2 انجيو تنشن 2 انجيو تنشن 2 كذلك القلة مالضغط شرح سوينه استيميليشن الالدسترون الالدسترون مر عليكم بالجلعي تي اذا قاري الالدسترون شان يسوي كان يعيد امتصاص الملح ويطلع بداية لبوتاسيوم فهنا رح يسوي نفس الشغل يعيد امتصاص الملح من اللي نزل بالكلية يعني بالأنابيب من الكلية العفو اللي ديروح للبول يعيد امتصاصة حتى شنو من يعيد امتصاصة منو يلحقه يلحقه ما يهمينه فمعناه هذا يساعدنا للضغط احنا اصلا نقلنا بالضغط فاذا اصعدنا الفوليوم مالدم بدنا نساعد الضغط بساطة الفكرة فجد يقول لك الالدسترومي يفرزي يفرزي الادرينال كورتكس which increase NA reabsorption بقى عادة انتصاص العني 100 من الرينال من الانابيب مالكلية this effect increase body fluids زياد النه body fluids كذلك بلاط فوليوم بادي فلويد هنا اعيد وكرر قصد الانترستيشال او السيال يعني هنا انت من تزيد المي داخل الجسم مثل ما قلنا سابقا انه من يزيد المي total volume شي صير يبدي الهيدرستاتيك يزيد هيدرستاتيك برشار يبدي يطلع الخلايا فلهذا انه من زاد الدم هاي بالبداية زاد الدم بعدين قام يطلع للانترستيشال والخلايا فزادت عدنا body fluids which elevates our tail blood pressure هذا الشي رفع عنا الضغط زياد on the other hand هنا صديح شي لك على رفعة الضغط اذا رفع الضغط اش رح يصيد يزيد معدل الفلترة اوكي عمد يطلع عنا هواية مي وهواية ملح كذلك هذا الشي رح يقول لك يقلع هواية مي يطلع وملح كذلك الافراز من رنن رح يقل اذا قلل الافراز من رنن رح يقل عدنا الانجيو تنشن 2 كذلك الالدستران رح يقل الافراز مات كل هاية رح تؤدي لنا انه ترى الملح من طلع هاية راح ما سوانا لعب زوربشين فهذا الشي رح يقلل لنا الضغط مات الدم اوكي او وبالمناسبة رغمين رح يقلل يعني total volume ما البلاد بش رح يصار عدنة وراها تقوم السوائد تطلع من الخلايا وملين انترستيشار تروح للدم على مد تعوض بس هما يدى تنزل ش رح يصار عدنة سيصار عدنة هنالي قلت حالة خطرات جيد هنالي يصول لك يقول لك الانجيو تنشن has a variety of effects on the body that its net effect increase the blood pressure يقول لك المحصرة النهائية من الشغل الانجيو تنشن انه هو يزيد بلد بلد بلشار كل حوال فهن الانجيو تنشن نفسي اول شي هو فاسي كونستركتر اوكي اخذناها بالادرينال كورتكس الانجيو تنشن cause release of aldosterone الانجيو تنشن نفسي احنا ما قلنا الرنين هذا الرنين لسه تعوفكم من الانجيو تنشن بس هو الرنين قلنا حولنا الانجيو تنشن و جين الى انجيو تنشن وان بعدين الايس حوله الى انجيو تنشن تو الانجيو تنشن تو مو رح يفتر بالدم هو رح يفعل فاسي كونستركشن بعد التسوى رحل الادرينال كورتكس حفز في راس الالدسترون 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 يقل لك الالدسترون يقل لك axon the tubules distal convoluted tubules كذلك cortical collecting ducts and the kidney causing them to reabsorb الالدسترون شغل ان يسوي reabsorption للصوديوم والواتر this increase blood volume يعني شغل الالدسترون يساعد كذلك يساعد الضغط نكمل حد شيء على الانجيو تنشن angiotation 2 causes release of anti diuretic hormone also called vasopressin ADH made in the hypothalamus الانتي ديورتك احنا اخذناه سابقا هذا وين يصنع انتي ديورتك اصلا صرفتكم عليه قلت لكم هو مانع للتبول اوكي صدقان شي تقول البولد خوة تقول الانتي ديورتك مانع للتبول فشن يعني معناه يحفز يحفز سوائل داخل الجسم كل ما يزداد فالانجيو تنشن هو اصلا شغلة انه يعدل لنا الضغط ويساوي فاصل كونستركشن مادر شنو فوحدة من الوضائف اللي يسويها انه حفز افراز الانتي ديورتك هرمون هذا اسمه الثاني هو هنا ست يصرف لك انه يصنع بالهايبوثالاموس ومنو تفرز وتفرز اللي برساباني معناه تู�� الانجيو تنشن يجيأثر على البلساز برساباني فالانتي ديورتك هو قصده الانتي ديورتك انه يوجد الانتي ديورتك انه ترى sarim بس إضافة إلى هذا الشيء يسوي فسوى الواتر شفوا اليوم يأخذ الواتر كذلك يحفز أننا أفراز الألدسترون الألدسترون يسوي ريبسربشن ويفرزنا الأنتي ديورتك الشغل الرئيسي أن يسوي ريبسربشن للواتر لاحظوني ديورتك الكاتب وليس كاتب ملح ومادر إذا يسوي عادة انتصاص الملح المينة بس كاتب بس واتر ومرة جائح يجاعي يكتب ملح المهم الانتي ديورتك الأولى انه هم يسوي فاسي كونستركشن يعني شنو يعني عندك الانجيو تنش ان هو سوي فاسي كونستركشن كذلك عندك الاده هم يسوي فاسي كونستركشن اوكي من زيان هسا ساعدنا همية الملح بتصعيد الضغط او ريجوليشي ماتي يقول لك ان انكريز ان سال انتيك is more likely to elevate ارتضى بلوت برشار than انكريز ان موتر انتيك يعني اذا تريد صاعد ضغطك اذا تأكل ملح هذا الشيء رح يصاعد ضغطك اكثر مما انه ضغل بس تشرب مو السبب شنو الريزين انه يعني المي اللي ده شربه قبض ينزل بالكيدني بالسرعة نفسها اللي شرابتها بيه اوكي بس الملح لا الملح مينزل بالكلية بنفس السرعة لا يضل بالجسم فلهذا يقول لك من الملح يجمع بالجسم رح يزيد الاكسترا سيليلار اوكي اذا اكو ملح بالبلازمة معانا شنو معانا شنو معانا بلازمة عالية فتقوم السوال تطلع من الخلايا للبلازمة فهذا الشي رح يزيد اصعد الفوليوم مع الدم اوكي فورتو بايسيك ريزين ثاني قلت اول واحد سالفة الوزمولاليتي او الوزمولاليتي نفس الشي هنا مو نفس الشي يعني كمنطق علمي بس قصد اثنين قصد لانه تركيز عالي اوكي اوزماليتي زادت بفعل الملح هذا الشي رح يحفز الثرس سنتر ها عن طريق شغل تيم اوشي ثرس سنتر بالبراين رح يخلي الشخص يشرب هواي مو انتبعو اذا بس ده تشرب مو قبل رح ينزل بالكلية اذا عندك ملح بجسمك شربت مو الملح رح يشفطه فرح تصاعد الفوليوم الوزماليك او 싱راسلللس باعدن شنو عندك اقولك انتبعو اوزماليتي قاعدة to stimulate the hypothalamus posterior peatiotraglantic كشانت تفرز هايا اتفرزنا الاده اوكي الاده يساو ويحبس المو الا دول هنا إذا أقول له كيدي ايه ينحل دوله وبعدد انكسير الماء الاده سيسحب الماء من الدولا المرنى من الهجم الإضافة من بمجدد من الهجم العبور وتمبعد الكبير فالدولين يعني شنو؟ تقلل الكبير تضع الكليا عن طريق ان يسحبه على يرجع على الإكسترسليلر فلويد وليوم اللي قصد يعني السائل من خارج الخلايا ولو أن هذا يحتاج لبلازمان معنى هذا الدن معنى هذا يسحب من الكليه وعنده للدن يقولك يعني إذا شوية كمية زايدة من الملح بالجسم ستساعدك البلاط بشكل عالي فهو مو زين أن تأكل ملح هواي هي واحدة نجد كميات معقولة يعني زمي ثامي